بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيب الغاليين. النهاردة ان شاء الله الفيديو ده مهم جدا. ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازباب ضعف المياه. شايفين احنا طبعا المياه دي. على فكرة شغل النهاردة مش على المضخة دي خالص. المضخة التانية يعني جاي النهاردة على اساس انني كنت هركب شاسية او قاعدة للمطور اللي انا ركبته اللي هو تحت المشمع اللازرة دوا. زي ما انتم شفتوا في الفيديو السابق قد تحطيت تحت منه كده ايه كان في زاوية واحدة. والنهاردة كنا جايين عشان نعمل الزاوية دي طبعا اه فجأت ان في مشكلة اقوى في المطور. اه يمكن انتم لو لاحظتم في الفيديو السابق كان اه كان المطور ده اقوى كلمت انا عليه وعملته باللازق اللي انتم شايفينه بالتفلم. انا عارف ان ده طبعا مش علاج لكن ما كانش معايا اه اللوازم حضرة اللي انه كنت احتاجها. والفيديو ده والله جماعة على فكرة المطور ده انا معرفش صاحب صاحب المطور ده مية يعني الواحد بعمل الحقيقة ده وبيشتغل لوجه الله لانه واحد ما بيرضاش يشوف المية وشوف المنزل. والله انا معرف صاحب الشقة دي. وحتى صاحب الشقة اللي انا بركب لها اللي هنشوفها الركب الزاوية بتاعتها والحميل بتاعها دلوقتي اه بسأله فهو مش عارف صاحب المطور. انا معرفش صاحب المطور فانه ضغور. يعني رجل كبير. فما يعرفش. فانا قلت له ان شاء الله اه لما اجيب لك الزاوية بتاعت المطور اه هحاول اجيب له حاجات وهركبها من عندي. يعني ما فيش مشكلة. لكن طبعا عشان يفضل الوضع ده والمنظر ده المال شغاله. اه حرام. اه امكان عد حوالي تقريبا اسبوع. وفجيت طبعا المانوار غرق مية وكل ما بيشغلوا المطور المية اللي طلع من المضخة اه بتنزل على الارض. ما عرفش صاحب الشقة ده بان كانت ستة كبيرة او اكيد طبعا لو في حد شباب كان نزل شاف المية ضعيفة ليه? لان طبعا المية طلع اه ضعيفة جدا. لان المصورة مكسورة. شايفيني البوش عامل ازاي? حتى اللي كان عامله. مركبه على اه موسير طبعا الحديد كلها. واني مش هقدر ان انا اعمل حاجة ده على حسابي. يعني انا متبرع ان انا اعمل المطور عشان المية اللي نزل دي. ممكن لعله عسى تكون ستة كبيرة. وينبنى صواب يعني. طبعا جبت من عندي بوش اه مكان القديم اللي كان اه النبل ما اطوم عليه. طبعا تركيبه احنا لو احنا هتركب حديد. بنركب بوش وبنسلب على حسب المصورة اللي موجودة عن دين. لكن المخرج بتاع المطور بيكون اه بوصة. اتنين وثلاثين ميلي سواء في الدخول او في الخروج. بعد كده بنسلب على حسب المصورة. طبعا المصورة اللي موجودة على المطور ده هو السباك كان مركب عليه المطور ده هو واحد حصان ومركب اه الشبكة اه كلها اه نص بوصة جمعة. طبعا نص بوصة على اه مطور الحصان طبعا يعني شوية. اقل حاجة ان انا اعمل تلات تربع. يعني تلات تربع او بوصة. ده بالنسبة للمضخة او المضخة اللي هو واحد حصان او حصان ونص. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض هو اه ده النبل انا بجمع عليه نبل نص بوصة. طبعا هنقفر الشغلة على الحديد القديم. يعني ربنا يجازل كل واحد ان هو يقدر يعمل حاجة يشوف مية زي كده وقدامه ان هو يعليكها لان المية طبعا النازلة دي حرام. اه ده معانا كوع نص بوصة. طبعا انا جبته كوع ونبل وابوش. دول اللي انا جبتهم ان شاء الله هنقفلهم مع بعض. طبعا الفن اللي كان عامل المضخة ديا للأسف يعني ما كانش عامل لها زاوية تشيلها. فاي اللي تم فيها بعد فترة الموسير طبعا نص بوصة مع المية. الجزء اللي هو متجمع ده هو نعر المطور. اول حاجة بيحصل فيه صادق جامد. لان المضخة بيكون ظهر معانا. وللاسف آآ بيجمع فيها صادق. يعني كنتو بتشوف في فيديوهات صيانة المواطير والحيات دي اه انا بيصلاحهمش يكون فيها كمية صادق وشوايب جوة مسكة في ترمبج يعني حياة كتير خالص. ده معانا الخارجة هوا هنحل آآ آآ طبعا حبيبي آآ المبتديين. يعني يعني بحاول ان اوصل كل معلومة عشان نقدر لان الحاجات دي بتكون شغلها صعب غير الشغل البولة يا جماعة. يعني الشغل ده بيكون فيه صعوبة شوية. آآ بالاخص في الحاجات اللي هي القديمة. يعني ما بنجي نحل الحاجات قديمة في الحديد بتكون فكها صعب. بالزاد في في السباك يا جماعة. انما شغل البولة دي انت كده بتقصه وبتلحمه خلاص. يعني شغله عاد سهل اعتبرش شغل اسباك يا البولة ده. ده معانا لكور طبعا حاولت احله لقيت الجزء وكله بيحل معانا اللي هو آآ راكب عليه الشيك بالف. ده الجزء اللي انا طبعا انا محتاج ان انا آآ احل الجزء اللي هو بتاع اللكور عشان اجمع عليه تاني لان هو ده اللكور التجميع معي. طبعا بنحاول نمسك بمفتاحين. مفتاح من آآ الكوع. وبكون معايا مفتاح تاني. ده في حالة لو ما فيش منجلة ان انا اربط عليها يعني تكون قريبة مني. وده بيحصل كثير ما يكون في الشغل زي كده او في المناول. آآ لان طبعا بتكون عايزة ورشة تتحط فيها. لانها بتكون تقيلة معانا. بتساعد معانا آآ في الفك. طبعا في منقالات زغيرة لكن يعني مش كل حد بيوجود ان هو بيجيب. طبعا الجزء ده خلاص مش هنحتاجه اللي هو مغطوم في النبل النص بوصة. من كل اللي احنا محتاجينه بقية اللي هو الجزء بتاع اللكور والنبل اللي عليه اللي هيجمع معي على اللكوع اللي انا لسا مجمعه نص بوصة. نص بوصة ده جمعه عشرين ملي. يعني في ساعات ناس بتساعدني ايه النص بوصة وايه التلات تربع. من بعض الدول يعني. طبعا بنحاول نجمعه برضو بيدينه وان آآ وبعد كده بنقرط عليه بالمفتاح زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا آآ ان شاء الله هعمله بس اي حتة خشبة او حاجة حامل كده تشيله اللي هقدر اعماله بصراحة فيه. آآ لان المطور راكب عكس الحيط. هنراكب آآ عكس الحيط. هنشوفه مع بعض دلوقتي التجميعه زي ما كان الاول. طبعا حملة ايل يعني وزن المطور والحصان ده اوان. بيكون معانا آآ تسعتاشر كيلو. ده غير بقى ان بيحصل فيه صادق وبيجمع فيه حاجات من جوه. آآ انا نزيلت والله لما جيت اشتغل فيه حتى لقيت المية بتطلع من المضخة يعني صاحب المنزل آآ بيشغلوا المطور ومش عارفين ان كانت المية ضعيفة او لا لا. فطبعا المية نازلة على الجزئية بتاع الكهرباء معانا. والوش التاحة مش موجود حتى عملو له حتة بلاستيكية كده. وده طبعا خطر كبير ان المية تنزع كعربة ممكن يعني يولع. الحمد لله انا ما حصلش فيها على رغم المية ده كلها ان هو ما جربوش حاجة. ده معانا الجزء اللي هو مجابع على العدات بتاع البلدية. طبعا هنركب معانا آآ شيك بلف. لان طبعا الركب ده طبعا الشيك بلف ده اولا صاحب المطور التاني اللي انا هشتغل فيه هو اللي هيتحمل آآ ثمنه لان آآ اللي حصل ان ما بيجي شغل المضخة بتاخد هوا معاه. فطبعا آآ انا اتكلمت على الشيك بال فجماعة كزا مرة. قلت يا جماعة نحاول والناس كتير بتبعط له والله يقول لك المية ضعيفة وساعات المية بيجي فيها هوا. ده سبب ايه? آآ سبب الهوا ده جماعة انني المفروض كل فرعة من البطارية. آآ برضو ما عليش فيه ناس بسنى على البطارية. البطارية دي اللي هي بيركب عليها العددات. بتكون اتنين بوصة او بوصة ونصة على حسب العمارة او على حسب ما هي معمولة. وبيطلع منها مخارج. المخارج ديا لكل شقة. بيطلع مخرج لكل شقة بالعدات بتاع. دي اسمها بطارية. بتشمل كل حي. اسمها بطارية توزيبة. آآ فطبعا آآ آآ البطارية ديا ما بيحصل فيها كزا مطور راكب عليها. في ناس ما بتركبش الشيك بالفي. يعني في بعض الفنيين ساعات آآ ما بيضاش ركابة او ما بيجيش في باله ان هو يركب الشيك بالفي. او ممكن يكون راكب وبيصرب معانا. لما انا باجي شغل المضخب تحتي. وطبعا اما انا احنا عارفين النهاردة. يعني مش هتكفي مسلا من عشرة خمستاشر مطور رجلين في العمارة معانا. فبيحصل بقى ان هو بياخد هوا من عند الجار. يعني المطور لجنبك. سواء فوق فوق المخرج بتاعك او تحته. ده ما بيشتغل المضخة عندك وبكون قوية بالاخص ما بيكون معانا واحد حصان بتسحب هوا. فالهوا ده بيخش الترنبا معاي. انا طبعا مش هيخرج معايا الهوا دي غير لما افتح له الطبة بتاعته او يكون في مخرج حنا فيها جنب منه. عشان انا اطلع على الهوا اللي جواه الترنبا دي عشان انا تخشي للبيت. او تخشي للمنزل يا. فعشان كده انا بنصح بحكاية الشيك بلف نحاول نحن نتابعه. كل واحد عنده على المخرج بتاعه الشيك بلف. بيركب فين? بيركب بعد المحبس على طول بتاع الان انا عند البطارية. بيطلع منها المخرج بتاعي محبس. وبعد كده عدادي. عداد البلدية. وبعد كده ركب الشيك بلف. يكون جنب العداد. ده يكون افضل مكان له. بحيس انا ما شغل ما اخدش هوا من عن دياري. طبعا بالركب لو احنا شغلين حديثة كده بالركب برضو الشيك بلف بوابة. ده بيكون افضل من السوستة جماعة اول. بس يفضل ان انا هو اركب شيك بلف بوابة يركب نايم معي. ما اركبش واقفة جماعة. عشان ما بيكون اه الشيك بلف واقف معانا اه بيعلى بعد فترة عصيرة. بيحصل فيه النوية البواس عاد بتوقف فوق مع ضغط الماء ما بتنزلش. الحاجة التانية لو عندي ريش او الماء قطعت بيتكون عليه الرش لان بيكون واقف معايا. بيجي تحت الجزء بتاع البوابة او اللي في القوتشة اللي بينزل معايا يقفل. لو لا اي ريش خفيف خلاص. لكن ما بيكون نايم معايا اقل ضغط ماء بخليه يقفل معايا. تاني حاجة ان الجزء ده اوما بيكون نايم ما بيجمعش معايا رواسف فيه. ده معانا النبل. اه تلات اربع. اوما الجزئية ديا اه من اول العدات معايا لغاية المضخة دي مواسير اه خمسة وعشرين ميلي. اوما بربط مفتاح واحد لان المجموعة دي متجمع معايا على المصورة الطويلة ديا ودي بتكون عزم معايا زي ما يكون مسك مفتاح تاني يعني بيكون بربط في حاجة وعلى قطعة مسورة مربوطة. برضو بمفتاح واحد عادة جمع. دي معانا الحامل اللي احنا كنا اساسا جينا النهاردة عشان نركبه. طبعا هنحاول نركبه الاول لان المكان زي ما انتم شايفين يعني زنق شوية. فانا لو ركبت المضخة هتكون يعني تركيب العادة صعب بالنسبة. نحاول نوسع لنفسنا طبعا حتى المكان شايفين المصورة. اه في مصورة مية ماشية تحت المضخة على الحيطة. طبعا دي بولي مش هينفع ان احنا نخلي اه اه الزاوية برا. اه لان المسامير كده مش هتربط معي. لازم الزاوية تتبع معي على الحيطة. حتى لو صاحب المنزل حاب يعمل صيانة يطبب المصورة حر معاه برا. يا امت هنبول يعني امت الزاوية مش هتزعلنا في حاجة. ان احنا ايه? نتلحها برا شوية معانا. طبعا اه الالم طبعا مش هينفع في المكان طبعا كلاته مية وبتاع. احنا بنجيب مصمار يا جماعة. اي مصمار صلب معنا يكون موجود في العدة. حبابي طبعا فنين عارفين الكلام ده اول. بيكون معنا مصمار وبعلم بسمك بس كده ايه عدي زنبة خفيفة كده من مكان الخرم اللي انا هعد منه اه المصمار بتاعي. حتى الخدش في المصمار كده على البلاط بيساعدني برضو في البنطة وانا بخرم ما تجريش معي على لان الشوية دول بلاط يعني الشوية دول صراميك فبيكون نعم معانا. نحاول برضو احنا لو معنا بنتة طويلة جماعة ما نحاولش ان احنا نخش بقى على الاخر عشان الفشر ما يختص معنا جوة لان ساعات بتكون طبع اسمانة مفرغة من جوة فساعة ما الفشر هيخش معاك جوة خلاص مش هيبقى فيه عزم مفربات والزاوية هتكون سايبة معنا بعد كده. طبعا نجمع اربع مسامير. عشان يكون فيها عزم جمد معنا. بعد كده بن على حسب المصمر اللي معانا بنجيب اي بلدة معانا وبنربط نجمع لو في معانا دراع لعم برضو ما فيش مشكلة. طبعا الحمد لله يعني شوف انا والله يعني المكان شوف ده راجب ازاوة ده راجب على الارض اي ما ارتفاعها ستة وعشرين سنتي. يعني ازاوة دي ارتفاعها ستة وعشرين سنتي انا اعملها على مقاس اللي كان ركب عليه المطور المضخة معانا. طبعا وصلة للارض معانا. فالشغل اللي بيكون اه في الاسفل جامد كده والمكان كلاته طبعا مية زي ما احنا شايفين بيكون شغله صعب. احنا ربنا يوفق كل واحد شغال ممكن اي مسلا حتة مشمع او حاجة يوفى عليها بس على ما ايه يجمع المصامير ده ايا لان دي طبعا يعني اهم حاجة لازم تكون جامدة معانا. ده معانا مسامير عشرة طبعا مصمار ده هو اه سن خشن يا جماعة ما نفعش نجيب مصمار بصامولة ونربطه مكان. لازم نجيب مصمار اه سن صاق يبع فيه المسامير ده بتقول ان السنها خشن. بتشتعل معانا برضو في العالم التاني والحاجات ديا بعد كده ان شاء الله هنقفل معانا اه المضخة اهوا طبعا ان نزلتها على الارض سلك الكهربة الحمد لله انه هو طويل شوية جاب معانا المسافة. زي ما احنا شايفين كده اهوا. في ناس بتسألنا برضو بيقولك انت بشغل المطور ده ازاي من غير جهاز يا جماعة انا رجل سباك. الناس كتير بيقولك يعني المفروض تركب اه جهاز فلوماك او اوتوماتيك. دي بترجع لصاحب المنزل يا جماعة. يعني هو حابب الحاجة ديا في ناس بتحب الوتوماتيك. يعشان ما تشغلش ادمخة كل شوية تكي على المفتاح شغل وافصل. اه وفي ناس اه يعني بتحب تشتغل على المفتاح. يعني صاحب المنزل ده ما عملش اوتوماتيك. اه يعني لك انا شغلها عليته عاملة على المفتاحين على المطور القديم. اللي احنا شناه. مفتاح في المطبخ ومفتاح في الحمام. وده بيكون اريح للمضخة على فكرة. بس ان احنا ما ننساش المطور شغال. طبعا عنده المحبس. اه اللي راكب على البطارية هو زي ما احنا شايفين. اه للاسف اه ما بيفتحش على الاخر. لان احنا ساعات كل اللي بركب محبس على البطارية زي كده بيشير اليد بتاعتها معظمها يعني بيشير اليد بيخاف ان اي حد يخش المانور ان هو يقفل عليه اه الماء. شف انا بحط صبع جماعة بيشفط صبع الهواء. شف الموتير اللي شغال. انا بحط صبع كده والله هي حاجة زي ما يكون حاجة بتشد صبع الجوة المصورة. اه ده خلاص هوا داخل بيشفط هوا لان الماية مفيش ماية مكفية. يعني الماية مش مكفية اه كزا ما طول في العمرة معنا. طبعا اضطريت ان انا في اه المحبس اه اللي هو الرئيسي عشان طبعا اه اغير معي المحبس على طول وده بنحاول ان احنا نستعجل فيها جماعة عشان برضو آآ ساعات بيكون في مواتير شغالة. انت مش هتلف بقى على صاحب آآ كل شقة هتقول له افصل مطور. فبيكون بسرعة ما يزعلش. المواتير اللي راجب بديا يعني لو اشتغل مسلا خمس دقايق ولا عشر دقايق عادي ما فيش مشكلة. بحيس ان احنا مش هينفع نغير المحبس ده اوان والمية مفتوحة. طبعا نحلية الجزء ده اوان. آآ بلاقور العداد. والله العداد ده المرة اللي فتت يا جماعة ما عاليش يعني اي حد عنده عداد زي كده والما يكون ضعيفة يحول كل فترة كده يحل الصمولة بتاعة العداد او اللاقور ده هو ان بتاع الدخول بيكون في فلتر في العداد. طبعا ان طلعت منه كمية صدى. لكن للاسف يعني ما عرفتش اصوره. المكان كان ضل مجامد. فما امكانش انني اصور الصدى اللي كان جوه الفلتر بتاع العداد ده. والجوانات بتاعته ورد مطفرة. لو احنا حبينا لقينا بيرشح مية او بيناقط مية معنا. في جوان لو كور متوفر في اي محل سباكة. بيقول له عايز بس جوان آآ لكور عداد. عداد تلات تربع. شايفين حتى اللي فوق بيصرب مية اخر. يعني دايب خالص. البطرية كلها حديد زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا البوز المحبس اللي كان ركب قبل كده انه هو آآ زي ما نتكلمت اي حد بركب محبس بيشير يد عشان ما حد شايفل على المية. فبيجي اي حد يشتغل. بيضطر يافل المحبس دون ببينسة او بيكلبة معاه. فمرة واتنين وتلاتة السن ده هو بيبوص. طبعا اما بحل اليد المفروض احتفظ بها. يعني لو حبيت احل اليد بتاع المحبس اعينها بحيث ان اما ييجي عندي سباكة وعنده مشكلة. آآ يستخدم الايد او الدراع بتاع المحبس ذات نفسه عشان يحافظ عليه. طبعا آآ نحاول نربط بحذر في الحاجات اللي هي القديمة ده جماعة ما تعفاش عليها في الرباط. الشغل القديم غير الشغل الجديد معانا. طبعا هنضطر ان احنا نقض اللقور اللي موجود معانا هوا. معلش يا جماعة النهاردة انا طولت عليكم شوية. بس طبعا فيديو مهم جدا لكل ناس آآ بتشتكي من حكاية التسريبات او ضعف المية. لان بيكون مشاكله كتير. حتى لو انا مش هشغل المطورة على العادي كده هشغل اوتوماتيك. الضعف ده او تسريب المية من الشيك بالف ده او بيقل عند الضغط معانا. آآ برضو في ناس بسألني حكاية الجهاز ده او بيأثر على ضعف يعني بيضعف معانا المية طبعا اكيد. آآ لان المية بتمر عن طريق الجهاز اللي هو الفلوماتيك ده هو بياخد آآ في المية ويكون في شيء بل في الجهاز الفلوماتيك برضو. آآ بيكون فتحة بتاعته من الجيوة بيكون برضو ضعف معانا. فاكيد ان هو برضو بيضعف المية معانا شوية يا جماعة. مش زي ما شغل المضخة على المصورة مباشرة من غير الفلوماتيك. اكيد آآ بيأثر شوية بضعف المية. طبعا آآ لازم نجمع اللاكورة ده بمفتاح انجليزة يا جماعة. يعني بعملين حسابنا حبيبي اللي هم المبتدين. آآ الحاجات اللي هي الدوران زي ما لان بيكون الجزء ده دوران زي المصورة الحديدة اللي احنا شايفينه. ما نفعش مفتاح فرنساوي او وبنساوح الحاجات دي لازم مفتاح انجليزي عشان بيكون في سن فبيعض معانا في المصورة. طبعا شايفين ملاحظين تصميم بتاع البطارية يعني المفروض يكون فيه مسافة يعني العداد يعني حاولت اشده بالعافية عشان يعد معانا من بين العدادات ان انا اقدر اجمعه. يعني آآ داخل مضغوط جامد معايا. المفروض يكون عندي واصلة ما بين في البطارية اللي هي الاتنين بوصة او البصة ونص دي يكون عندي واصلة ما بين التي والتي عشان خطر يبقى في مجال عندي اقدر احل واربط براحت بعد كده على العداد لو في عنده مشكلة. او اني اه اطول المسافة شوية يعني اقضي العدادات دي مسلا بزاوية يكون واحد في رح واحد كده ايه وقدين ايه ايه زاوية كده خمسة واربعين. يارب يكون عاجبكم الفيديو وسعدنا الى اشتراش في القناة. ياريت دعمنا بلايك واشتراك عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.